وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيدة من السعر الرسمية وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 475 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت قرابة 68 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستلائية على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 31 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيدة من السعر الرسمية للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط قرابة 37 طن أما في مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط 640 قضية من بينها 73 قضية خبز ناقص الوزن و62 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط 20 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 184 طن ترجمة نانسي قنقر